دعونا نشاهد حجم التفاعل من اللبنانيين على ما قاله حسن نصر الله بشأن ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية التفاعل طبعا وصل لحد السخرية الشيخ محمد الحاش حسن في تغريدة قال لحسن نصر الله قبل خطابك لجمهورك بمقاطعة البضائع عليك أن تلبس ابنك ملابس إيرانية في إشارة طبعا إلى ارتداء ابنه ثيابا أمريكية أما المغردة اللبنانية سارة عساف طلبت من حسن نصر الله بالبدء أولا بمقاطعة العملة الأمريكية والدفع المناصري بالريال الإيراني بدل الدولار تغريدة أخرى لربيع طليس رد باستهزاء عن أن إطلالة حسن نصر الله كانت عبر الأقمار الصناعية الأمريكية مغرد لبناني آخر قال لحسن نصر الله إذا بدك نقاطع البضائع الأمريكية جيب لنا كهرباء عشان نبطل نستعمل إضاءة الآيفون تغريدة أخرى لباميلا فليحان قالت لنصر الله إذا طالبنا نقاطع البضائع الأمريكية ترى الحكومة الجديدة فيها 12 مجنس أمريكيا أيضا تغريدة أخرى لسانشاين قالت على طريقة السخرية إنها راح تلبي طلب نصر الله وتبدأ أولا بمقاطعة الحكومة التي تضم 12 جنسية أمريكية تغريدة أخرى لزياد سروجي قال أن رسالة نصر الله تأتي في وقت يعيش فيه اللبنانيون وطع اقتصادي صعب والذي أدى للتظاهرات ضد الفساد مغرد أيضا حسابه بأسم عمر درويش سأل نصر الله إذا سلمنا جدلا لرأيك كيف راح يعيشون أنصارك المقيمين في الولايات المتحدة عشان كليش وهي طبعا بالمناسبة من أنواع الجبنة في لبنان تغريدة أخرى لسانتيا كرام تصنف نفسها على تويتر بالنشطة الاجتماعية وتهدد بسخرية أنصار نصر الله إذا ما استخدموا الآيفون أنها ستشتكيهم إلى حسن نصر الله